في خطوة مفاجئة خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليعلن حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات برلمانية في الثلاثين من يونيو الجاري بعد تعرض حزبه لهزيمة سقيلة في انتخابات البرلمان الأوروبي بعد أن أجرينا مشاورات وفق المادة الثانية عشر من دستورنا قررت أن أعيد لكم اختيار مستقبل برلماننا من خلال الاقتراع ولذا فإنني أعلن حل جمعياتنا الوطنية هذا القرار يتسم بالجدية وهو صعب لكنه قبل كل شيء دليل على الثقة فيكم أيها المواطنون وفي قدرة الشعب الفرنسي على اتخاذ الخيار الأكثر عدالة لكم وللأجيال القادمة قرار ماكرون جاء عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية والتي أوضحت مؤشراتها تفوق حزب التجامع الوطني اليميني المتطرف على حزب النهضة الحاكم وحصوله على غالبية أصوات الناخبين الفرنسيين في تلك الانتخابات ما يعني أنه سيشغل من 25 إلى 29 مقعدا بالبرلمان الأوروبي ماكرون الذي تعرض حزبه الانتكاسة الانتخابية حسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية وصفت تلك النتيجة بأنها ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا محذرا من أن اليمين يمثل خطرا على فرنسا بل وعلى أوروبا بشكل عام زائمة اليمين الفرنسية ومنافسة الرئيس ماكرون اللدودة ماري لوبا من جانبها رحبت بتلك النتائج معربة عن استعدادها لتولي السلطة إذا منحها الفرنسيون الثقة في انتخابات البرلمان المقبلة نتائج الانتخابات مثلت لحظة حاسمة لليمين المتطرف ووجهت الأنظار إلى التصويت الرئاسي الفرنسي لعام 2027 والذي ترى ماري لوبا أنها تتمتع فيه بأفضل فرصة على الإطلاق للوصول إلى قصر الإليزي ماري! ماري! ماري!